مع اقتراب موسم الحصاد الذي ينتظره المزارعون في العراق بفارغ الصبر وبعد الكد والعناء والعقبات التي تواجههم صدموا بالحرائق الهائلة التي التهمت ثمرة جهدهم خسائر كبيرة تعرض لها أصحاب الأراضي الزراعية بعد عمليات الإحراق الممنهجة التي التهمت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير بمناطق متفرقة من البلاد وزارة الزراعات وقعت في وقت سابق أن يشهد الموسم الحالي وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة فيما أكدت أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا ممنهجة وتستهدف ثروة البلاد الوطنية ألسنة اللهب التي تتصاعد من الحقول في محافظات ديالا وصلاح الدين والموصل والتأميم والتي تحكم الميليشيات الموالية لطهران قبضتها الأمنية عليها بشكل كامل ومن خلال هذه القبضة تسعى إيران إلى دفع سكان تلك المحافظات خصوصا مزارعيها إلى هجرتها بشكل غير مباشر بعد القضاء على مصدر رزقهم الوحيد المتأتي من الزراعة لذا فإن أصابع الاتهام تتجه إلى أذرع إيران بإشعال تلك الحرائق قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب أكد أن الحرائق تتم بفعل فاعل أو نتيجة تماس كهربائي لكنه برأ إيران من أن تكون وراء تلك الحرائق فيما أكدت الجمعيات الفلاحية أن الحرائق كانت مفتعلة والهدف منها خلق أزمة اقتصادية وزعزعة الأمن الغذائي العراقي ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتي وإبقاء البلاد تحت هيمنة الاستراد من الدول الأخرى خصوصا إيران التي ملأت السوق العراقية بالبضاعة الرديئة منظمة حقوق الإنسان حذرت من تدعيات خطيرة على الأمن الغذائي في العراق جراء استمرار مسلسل الحرائق في الحقول الزراعية في الوقت الذي دعت الحكومة ومجلس النواب إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحاصيل من الحرائق التي تتسع بشكل غير مسبوك أثارت الحرائق موجة غضب شعبي فلم تقع في البلاد حوادث مماثلة إلا نادرا ونشبت في عدة محافظات في الوقت ذاته وتؤكد غالبية القوى والشخصيات الشعبية أنها وقعت بفعل فاعل أما النائب عن تحالف البناء التابع لميليشيا الحشد مختار الموسوي فلم يتورى عن اتهام السعودية والإمارات والأردن بالوقوف وراء هذه الحرائق لإضعاف الاقتصاد العراقي على حد اتهامه